أهلا وسهلا مرحبا من جديد إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة ومع نزول الغيث النافع ومع أسناد زادا اللون البرتقالي إلى ولاية نابل تقريبا نسكول ما زالت مفجوعة من هك الفيضانات اللي صارت ونسكول قلوبها يا لندراش يسير شنو اللي فمش ولي ما فمش وإحنا نحاولوا نفهموا بالضبط شنو مدى أولا نستعداد الإدارة البلدية كيف نتابع هذا وربي بعض علينا سيناريو الكوارث معنا لبسمة مع طوق رئيسة المجلس البلدي بنابل ونأخذ من عندها الاستعدادات ثم متابعتها للحالة الجوية في نبل بالتحديد صباح الفل مدام شكرا على التواصل مزانا مفجوعين نقولوا منك الفيضانات اللي صاروا في نبل وإحنا مع الأمطار نستبشرنا بأخير ولكن تعرف البنية تحتية والاستعدادات اللي موجودة عند البلديات وغيره تخلينا نزيد ونعود ونطرحوا السؤال شنية الوضعية اليوم ساعة أسكت طمن ما تطمنش عندكش بعض التوصيات تفضل مدام فيك الصحة الحقيقة للخبار اللي قلت عليه هو اللي صار لنا منذ 2018 اللي لا يعود هنا أمين ياه بالطبيعة قمنا كل الأطراف المداخلة لإذا كإدارات جهوية كبلدية نبل كل الأطراف قمنا بالعديد من الإجراءات للتوقي من الفيضانات ولحقيقة كما تعرفوا تشهد مدينة نابل الأيام هذه منذ ثلاثة أيام موجة من الأمطار واللي هي نظر من الاتهات المعنى كميات كبيرة خاصة بكامل الوطن القبلي وتصنيفها كما قلت أمين من قبل المعهد الوطني لرسل الجوي من ظن الولايات اللي هي تطلب درجة أكثر من أنظار ويقضى حسبا لظواهر الجوية اللي اختيرها لمتوقع وكذلك سنادها معناها اللون البرتقالي بطبيعة يطلب هذا كل ضرورة ملازمة الحضر منظر لغضات الأمطار وكذلك معناها أن يتسبب في ارتفاع رصوب المياه معناها بالمناطق خاصة من خفضة بطبيعة قمنا وإحنا بمتابعة الكامل التوقعات والإجراءات اللي خذيناها تم تكليف فريق عمل لتابع لبلدية نابل بيع لتفقد مختلفة لطنبيق المياه وكذلك التحقق من فاعلية العمل بيها وانسياب المياه معناها بسهولة كذلك قمنا ومع العلم قمنا استعدادا ثالثا في إطار استعداد بالموسم الخريف والشتاء اللي هو خاصة في الفترة المتراوحة بين شهر سبتمبر وشهر ديسمبر قمنا بتنظيف وهذا عادة بقبت عليها بلدية نابل منذ سنوات وهي معناها تخصيص شركة خاصة اللي هي بعد القيام بالاستشارة بتطبيعة تخصيص بتنظيف القنوات التصريف لنيها الأمطار اللي هي وإزالة العشاب والرواس منذ شهر سبتمبر الحقيقة احنا التجمعات مخموش بها في الوقت الحالي لكن قمنا بها منذ سبتمبر إلى غاية ديسمبر 2022 ولي كانت فيها برنامج عملي في التدخل بكامل شوارع المنطقة البلازية في نابل وشملت كامل المنطقة الحقيقة هذه المثلة العمل هذا كما قلت لك فيه الجهر والتنظيف جميع الفناديق مجمع المياه الأمطار اللي يقولون تعالوك ديجان وكذلك جهر كان من طول القنوات ومجال المياه اللي هي معناها موجودة في نابل الحقيقة معناها وقاعدين نتبعوا في الوضع الحمد لله هي كانت أمطار خير كانت أمطار خير قاعدين نتدخل وين فما أشكال الحقيقة منذ وقت البارح معناها تدخلنا كذلك مع ديوان التطهير في حالة اللي صارت في المنزل في صمعات تقريبية المدينة العتيقة والحمد لله معناها ما حين الضرر معناها فما ما تخل المنزل وكذلك معناها قاعدين نتبعوا وين ما فما أي إشكال نتدخلوا وإن شاء الله ما ما فما كان خير كذلك الحقيقة بالمناسبة هذه حابت ضد أن نوجه معناها زنداء وتوصيات لكاسة مبتاكني مدينة نابل باش عدم إلقاء الفضلات في الشبكات وصناديق المياه خطر أمين والله في الصيف معناها وقلين الدخل وعندي موثق بالصورة والتسجيل قينا معناها حاجات في الصناديق هذوم معناها ما تتخيلهم شي محوط قينا مدريات اليوم موجودين في البالوعات متاع التصريف المياه الأمطاع صور معناها وبعد كيف يفيد الماء مشكلة كبيرة اليوم وليت مدام فيما يتعلق خاصة هوني تاوم 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 مرمى دائما الرواس بمتاحها وشي كبير معناها عندي صور موثقة موجودة شو اللي قينا في هالسنادي قيادهم خلال التنظيف معناها عندي قيام الفريق العمل بالتنظيف طيو مدري شو تعمل معناها في بلوع بتاع موجود دا ونجم حتى اللي بعثالك وش معناها وتنجم تترشون على خاطر حاجات معناها من مخترع طيو تحكي بحق معناها مو بش مش 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 اتعطى اللي بقلي مش بطب المطلب مش يتايد ومش يرجع على على تتعوه معقول نحطه مدريات غادي والله يتصدقني مدام أنا أذية ما حكينيش فيه كنتش نكلمك عليه بالذمة الشخصيا وتلبارح خلت بحضة صديق في ولاية نابل نلقى بحضة زوز أجان خلي كي سمع بايا جورناليست غاديكي خلي بكل لطف مساش نقولك كلمة خلي تونس محلة مزيانة ونحبوها ونحب نعيش في تونس أما خلي أنا بش نخرج مع تونس لحاجة واحدة يانو نس كل طيش في الكياس كيف نخرجوا لبرة نشوفوا كل المواطنين يطيشوا مع بعضها بلدة مسخة وراو صورة هذية متاعنا راهي موجودة لبرة كيف نخرجوا لبرة قلنا اعتبروا روحنا توانسي يقولوا اه تونس لا 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 يمسخوا برشا في الشارع يمسخوا برشا في الشارع الله العظيم ألمني جدا خزرنا لبعضنا أنا وصديقي اللي هو جاء وضيف بحضاه وشي قلم معنا شي 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 حزن معنا هذية وراو مش مسئولية فقط بلدية ولا الدولة راي مسئولية مشتركة بين المواطن وبين البلدية زادة كيف كيف أنا أفريموها هذه الصور اللي ما لازمش نخليها على بلدنا كما قلت مين دور كل من الاسحيح احنا ترفض بلدية الجمعيات المجتمع المدني اللي يقوم يقوموا بعمليات تحسيط لهالحافات هذونا ونحسوا كون المواطنية عقلية رفض عقلية اللي يجبنا نطوروها وان شاء الله احنا توقع دين عنا برنامج كيفية اعادة معناها التعامل مع الفضلات هذوم وعلى اساس مش نبداو حتى في برنامج في حي نموذجي من نابل كيفية القيام بعملية الفرض الانتقائي اللي بيش تكون منذ المصورة باش نحاولوا كيفاش النموذج هذا نحاولوا معناها نعموه على كاسة المنطقة البلدية هذا مزال مشروع ان شاء الله قاعد ينخدموا عليه وان شاء الله القاعدة بخير وان شاء الله تونسنا بخير وان شاء الله المؤمن تمنوا مواطنين والناس اللي جاي لنا باللبس وان شاء الله واخدين الاحتياطات اللي لازم ان شاء الله ضمن العمل الحقيقة فما العمل كبير تخدم منذ 2018 حتى معدية شو مع الادارات اللي هي تدخل لأودية لحماية مدينة نابل من فيضانات والعمل المتواصل وان شاء الله فما كالخير بربي مدام فما شكون اللي بعثلنا تقول لنا انه فما قوين استاق الغديكة فما رجالة تجري عندها ثلاثة ايام معناتها في افنو كالثوم رو جل جيلان امين بالنسبة للرجالات راهوا فما تدخل متع الديوان فما الرجالات نساج خنديما نوضحوا احنا الرجالات اللي هما تابعين البلدية اللي هما تلقاهم ذوق المشبطين بالحديث ذوق متع التصريف مياه الأمطاع بالنسبة للرجالات دورة راية لي كتاب على الديوان لكن احنا راهوا كل ما تجينا اي اشعار من اي مواطن رانا ننفقوا مع الديوان ومشكورين يساعدوا ويتنقلوا الملاحظة كل ما اخذيناها وان شاء الله من الدخل وان شاء الله مشكورة بارك الله وفيك مدام باسمع معتوك رئيسة المجلسة البلدية شكرا جزيلا من الحالة لا باس متخوش في نابل لا باس مازلل مفجوعين من الفيضانات نعرف من العباد مازلت متعفيتش مم حتى فما الناس اللي هي ضاعوا معناتها الحاجة تمتاحهم في الفيضانات ومازلوا لليوم متفضش ملف التعويضات نطع الفيضانات متعنابل سواء على مواطنين على مستوى السيناء على مستوى الناس اللي تجار وغيره لكن لا باس بدأ من المترجات نقول الحمد لله ومشاء الله ربي يخلينا تونس العزيزة الغالية